التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعقد رئيسه للوزراء مصطفى مدبولي لقاءا مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار وأعلن رئيس الوزراء عن اتفاقه مع المصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15.20% أصولا إلى 30% بعد عيد الفطر وشدد مدبولي على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلسل التجارية أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتمائاتهم الحزبية وخلال اجتماعين مع وفد من أعضاء لجنة السبولي والموارد بمجلس النواب الأمريكي استعرض مدبولي تداعية الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري منوها إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الحالة السياسية للأزمة الليبية ودفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأشاد المشير حفتر بدور مصر في تحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية فيما أكد اللواء عباس كامل دعم مصر التام لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية للوصول إلى مرحلة الاستقرار رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة واعتبرت مصر القرار خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لدهول المساعدات الإنسانية وطالبة بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة وأكدت مصر أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت ثكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو قرر إلغاء زيارة وفد إسرائيلي كانت مقررة لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد نتنياهو أن فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقد خلال تصويت مجلس الأمن هو تراجع صريح عن موقفها السابق مشيرا إلى أن تغيير موقف فاشنطن يضر بجهود الحرب ومساعي إطلاق سراح المحتجزين أبلغت حركة حماس الوسطى في صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل بأنها ستلتزم بموقفها الأصلي بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والذي يتضمن انسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للمحتجزين وجددت حماس في بيان التأكيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسئولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة وأضفت الوزارة أن المساعدات ستدعم سكان غزة الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية ويواجهون شبح المجاعة يوميا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل واجهت برنامج صباحه من إلgee وترجمة نانسي قنقر وفق